اشتركوا في القناة طيب سنن التلمذي إلى سنن التلمذي قال أبواب تفسير القرآن اللهم يسر عينا يا رب العالمين وعلمنا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسنة العنزي من أسلقات أسلقات العلاق الجماعة قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة محمد بن خالد بن عثمة الحنفي البصري قال أبو حاتم الرازي صالح حديث قال أبو زرع لا بأس به وأحمد قال ما أرى به بأسه وذكر ابن حمام في الثقات قال حدثنا سعيد بن بشير سعيد بن بشير الأسدي وقال النصري مولاهم أبو عبد الرحمن وقيل أبو سالم الشامي قال شعبة صدوق الحديث وقال أبو حاتم الرازي صدوق ونكايح بن معين تكلم فيه وقال ليس بشيء وفي الضعفاء قال البخاري يتكلمون في حفظه فيه ضعف قال عن قتادة وقتادة من نواد الحفاظ الدنيا كان يرى القدر غفر الله له قال عن حسن البصري الحسن من أبي الحسن البصري ويادي من لطاف الإسناد تبايروا عن تباير كلام ما كان عليه آلة النبوة قال عن سامراء سامراء بن جندب رضي الله عنه أرضها سامراء صاحب رسول الله سامراء بن جندب بن إهلال ومن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو محمد وقال أبو سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله واجعلنا ذريته هم الباقين قال النبي حام وسام ويافس أولاده الثلاث حام وسام ويافس وهو قال يافت هؤلاء التأثير الذين راكبوا مع السفينة أما الذي آوى إلى جبل يعصمه من الماء قال لا عاصمة قال لا عاصمة قال لا عاصمة قال لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم وقدر الله له بالغرق وإن دعا له فإن الله لم يقبل دعاء نوح لإذنه قال يا ابناء كم معنا ولا تكم الكافرين قال سآوي إلى جبلي أعصمني من الماء قال لا عاصمة اليوم من أمر الله واستدراجه الله من حيث لم يعلم فأغرقه وبقي مع نوح حام وسام ويافس في قول الله جل فعله واجعلنا ذريته هم الباقين في الكلام على نوح ومتح نوح عليه السلام قال واجعلنا ذريته وهم الباقين أي وحدهم دون غيرهم وهذا الأصل وحدهم دون غيرهم وتعلمون بأن الله أغرق الدنيا بعدما أنقذ السفينة التي كان عليها نوح وعليها من أمره أن يأخذهم فيها والباقية الباقية الباقية هلكت عن بكرة أبيها عندما دعا وقال إني مغلوب فانتصر قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهامر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمن قد قدر وحملناه على ذات ألواح مهدوس فالمعنى هنا كما قال سعيد بن سيب قال هؤلاء ولد نوح عليه السلام سام ويافس وحام وكل واحد من هؤلاء سلاثة سلاثة العرب والقبط والباربر الغرض المقصود بأن الله قد قد بينا لنوح عليه السلام نو أغرق الجميع وفي قول الله ودعنا ذرياته هم الباقين قال على هؤلاء الثلاثة وأصل الناس جميعا من هؤلاء الثلاثة لكن أردوا لهم فضلا الثلاثة في قول الله ودعنا ذرياته هم الباقين وجعل بعد ذلك الدنيا تتسع من الأولاد السلاسة حام وسام ويافس بإذن النبي فصر قول الله واجعلنا ذرياته هم الباقين بمعنى أن الله قد هى أهلك الجميع أهلك الجميع بلا استثناء وبقي هؤلاء والآة صريحة واجعلنا ذرياته هم الباقين والباقين الباقية لا وزي قال حام وسام ويافت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ختام بفضل الله لصورة الصفات هذا ختام لصورة الصفات فهذا المستبطة السنة سنو القرآن وهي البيان سنة سنو القرآن وهي البيان جزاء الإحسان الإحسان فالجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لما لما أحسنوا أحسن الله إليه تمام الفضل من الله الثالث تمام الفضل من الله ودعنا ذرياته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم